تعيين الضابط المسؤول عن انتهاك الوضع الراهن في المسجد الأقصى المبارك قائدا لشرطة القدس خطوة نفذها بنكفير مؤخرا بعد أن قاد تغييرات في صفوف الشرطة تعتبر غير مألوفة ولا تخدم إلا مصالحه الشخصية بمزيد من الإرهاب في المدينة المحتلة وخطور ذلك أولا مزيد من الاختحامات ومزيد من تغيير الوضع القائم وإتاحة الفرصة أمام غلات المتطرفين والمستوطنين بمزيد من الانتهاكات داخل المسجد الأقصى المبارك صعوبة الحياة في القدس حيث سيكون هناك مزيد من التصعيب مزيد من الهدم مزيد من الاختحامات للمنازل مزيد من تعقيد الأمور من شرطة الاحتلال على مدينة القدس وهو يحمل أفكار جماعات متطرفة هذا الشخص إجراء بنكفير الأخير جاء بالتزامن مع نشي ما تسمى جماعة أمناء الهيكل الإسرائيلية المتطرفة تسجيلا مصورا يظهر احتراق المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة مرفقا بتعليق قريبا في هذه الأيام وهو ما يؤكده المقدسيون بأنه خطاب كراهية ترتفع وطيرته ضد المقدسات في القدس المحتلة وينذر بخطر حقيقي يحدق بالمدينة ومقدساتها هذه الجماعات المتطرفة التي في هذا الفيلم جسدت مخططاتها ومؤامراتها ورؤياها تجاه المسجد الأقصى المبارك وهذا تحريض سافر واستفزاز ضد شاعر الأمة بشكل عام وانتهاك خطير ضد المسجد الأقصى المبارك أي أنه إعلان حرب رسمي من جهة تلك الجماعات على المسجد الأقصى وأظن أن الخطورة مع وجود حكومة متطرفة وشرطة احتلال تدعم هؤلاء أن يقوموا بتجسيد هذه الأفكار على أرض الواقع الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يرفع من وطيرة انتهاكاته في المدينة المقدسة في محاولة لتمصي الهوية الحضارية لها وإحكام السيطرة عليها وتردي سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين بدلا منهما نهاد حجازي أخذ السر